ما الحسابات الإسرائيلية؟ ما هي الرؤى التي تقف وراء هذا التصعيد الإسرائيلي برأيك؟ نعم أولا دعيني أقرأ بأن لا يوجد هناك لدى طرفي الصراع قرار بالتصعيد باتجاه المواجهة والحرب كلاهما يتعايش من الوضع القائم كلاهما له مصلحة في استمرارية هذا الوضع ولكن في بعض الأحيان تخرج الأمور عن السيطرة ولكن حتى هذه السيطرة تؤدي في النهاية إلى التهديئة وبالتالي نجحت مصر والأمم المتحدة في التوصل إلى هذه التهديئة حينما ندقق بسلسلة الحروب والعدوانات التي مست الشعب الفلسطيني وآذت الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة نجد أن هذه السلسلة المتصلة لم تصل إلى مستوى المواجهة الشاملة حتى حينما كانت تتم المواجهات أو الاشتياحات الإسرائيلية في سنوات 2008-2012-2014 ولذلك لم يكن متوقع من هذه المواجهة أن تصل إلى مداها ولكن كما أشار ضيفك الكريم من رمالة أن هناك عمليات ردع بهذا الاتجاه ولكن واضح أن موازين القوى مختلة لمصلحة العدو الإسرائيلي ولذلك تكون النتائج مؤذية وقاسية بحق الشعب الفلسطيني وإن كان ربما يشبع الغرور أن هناك قتل من الجانب الإسرائيلي ولكن الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كانت دائما تسبب الأذى وتسبب القسوة على النفس وبالتالي يجب أن نعود إلى موضوع جوهري وأساسي وهو كيف يمكن التوصل إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بثلاثة عنوين العنوان الأول أن يكون هناك برنامج سياسي مشترك لدى طرفية الانقسام ثانيا أن يكون هناك مؤسسة تمثيلية موحدة وثالثا أن يكون هناك أدوات كفاحية مناسبة لمواجهة العدو الإسرائيلي ولذلك حالة عدم التكافؤ تحتاج لأن نبحث عن قدرات وإمكانيات فلسطينية لمواجهة العدو لكن لا أن تكون على ساحة المواجهة هناك لا شك إمكانيات فلسطينية ممكن تواجه العدو الإسرائيلي تفوق ما يمكن تحقيق إنجاز عليه بالعمل المسلح المتفوق هناك الشعب الفلسطيني في مناطق الاحتلال الثاني عام 67 بالضفة الفلسطينية والقدس هناك شعبنا في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 ولذلك يجب أن يكون هناك توافق في اختيار الأدوات الكفاحية واختيار البرامج الملائمة التي تجعل من تفوق العدو الإسرائيلي قدرة غير قادر من خلالها على ضرب الشعب الفلسطيني ضربات موجعة كما وحاصل سواء في الأبنية ولا في عدد الشهداء نعم ترجمة نانسي قنقر